تيقي مشاهد الاقتصاد وناس طبعا اولا اهلا بحضرتك في حلقة جديدة من البرنامج ثانيا النهاردة بنتكلم عن البورصة وهيئة الرقابة المالية وعادة دي بتبع حلقات تقيلة ودسمة شوية من حيث المصطلحات الاقتصادية ولكن يعني الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اصدر تلات تعديلات بقواعد القيد بالبورصة المصرية فهنتعرف على اولا هنتعرف على اهمية البورصة وعلى قطب الاقتصاد دايما بنكلم في المبادة في البداية وبعدين هنتكلم على التعديلات واهمية تلك التعديلات وما تبعتها الاقتصادية على مجريات الامور في البورصة وفي هيئة الرقابة المالية هنتلع فاصل سريع صديق المشاهد نشوف تقرير حلاتنا النهاردة ونرجع نبدأ اللقاء استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتسيير بيئة ممارسة اعمال الانشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي والخاضعة للاشراف ورقابة الهيئة اقرت هيئة الرقابة المالية ثلاث تعديلات على قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبرصة المصرية وهي اتاحة القيد بالبرصة قبل التسجيل بالهيئة حيث ان الغرض من هذا التعديل هو تمكين الشركات من القيد والتوافق مع كافة متطلبات الطرح ومن ثم التسجيل بالهيئة للطرح بسوق المال اما عن التعديل الثاني في قواعد القيد هو اتاحة تعديل قيد كافة الاوراق المالية الحكومية منها اوراق الدين بوزارة المالية وثالثا اتاحة شطب قيد الشركات بالبرصة المصرية في اي مراحل تصفيتها رجعنا لكم مرة اخرى عزيزي المساعدين شوفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة يعني كعادتها النهاردة منورانا ومشرفانا في استودي الاقتصاد والناس أستاذتنا الأستاذة الدكتورة عيسمة ياسين خبير البورصة وأسواق المال زي حقيقة يا دكتور عيسمة زي حضرتك أستاذ مرورانا والله يا فاني ربنا يخليك الله يكرم طيب يعني قبل ما نخش في التعديلات الجديدة كالعادة يعني في الأول هل ما زالت البورصة المصرية مرآة للاقتصاد ولا بعد التطورات الكتير جدا اللي حصلت في الاقتصاد العالمي والتغيرات ومشاكل العملات اللي موجودة في العالم كل الحقيقة هل أثرت على العلاقة ما بين البورصة والاقتصاد هفجأك وليه لا زالت هيا مرآة الاقتصاد لا زالت كويس بالرغم كل اللي حصل ازاي وفترة من الفترات كنا ايجينا علينا هنا كمان في مصر كان الاقتصاد بيتحرك بشكل إيجابي جدا وكانت البورصة كانت بتتحرك للخلف وكان لأ بي في حالة هبوط وكان بعض اللي سادة كان بقول لك المرآة مشروخة في حقا غلط لأ هي كانت بتعمل ريفليكت للي احنا فيه حاليا قبل ما يحصل قبل ما يحصل أوكي يعني هي دي العلاقة أصلا يعني العلاقة بتاعت البورصة بتبقى سبقة شوية مجريات السوء قبل الأحداث أوكي احنا ما كناش لسه دخلنا في المشاكل اللي حصلت ما كناش دخلنا في موضوع حرب روسيا أوكرانيا صحيح كانت كل دي كان لسه كلام كنا هنا بنتحرك بخطة قوية جدا في الاقتصاد صحيح كنا بنتحرك في مشاوير لغاية 2019 يعني لغاية الكورونا بالذات يعني اه أو حتى في فضل الكورونا كان اللهم اللي حصلت كانت مصر بالزيت ما عملناش إغلاق كامل كان إغلاق جزئي صحيح وفي بعض السكتورز كلها اشتغلت وكان فيه حركة إيجابية وفيه نشاط وكان ده منعكس عندنا في حركة البورصة بالرغم ان كان عندي استثمارات أجنبية كبيرة قوي كانت خرجت كلها كانت في يناير 2020 حصلت أيامها مبادرات من بنك المركزي ومن وزارة المالية وعملوا عملية إنعاش للحركة الاقتصاد بدقوية ومرتبات من الشؤون الاجتماعية للعمالة اللي هي اليومية علشان غير منتظمة عشان التهدأ وعشان يحصل الإغلاق ويبقى فيه هدوء في الشارع ما تحصلش موجة من انتشار المرض فكان كل الحاجات دي كانت مأثرة معنا بالإيجاب وكانت البورصة بتتحرك أيمية حركة قوية جدا حتى لما إحنا تحركنا مع المبادرات دي بقينا بنسامي النقطة دي على تشارط قاع كورونا اللي هو في مارس أو في مارس كنا جابنا على إيجي أكس سرسي كنا جابين 8113 لما بنيجي نبص لها دلواتي يمكن نقول عليها قاع كورونا اللي هو كانت أسوأ حاجة بزبط كانت كل الأسوأ كانت بشكل سلبي والتجارة والملاحة كلها وقفت بشكل كامل والإيجاب السبعين والتلاتين كله كان متوقف بشكل كامل يعني كان بعض المرشدات كمان يقول لك اقفل البورصة جبا الحمد لله معل السؤال فاني لأنه ده بيتال ساعات في بعض الأحيان وأنا ما بتعرف عن موضوع البورصة ده صعب على شواء فهل ده ممكن يحصل في أي دولة من الدول هو ممكن يحصل بالزبط ممكن يحصل بس لو في مشاكل لا يعني إحنا الحمد لله ما عندناش مش إحنا حصل عندنا توقف بس ما كملناش شهرين ونصف أيام ثورة يناير في ألفين ونصف بس ده توقف أمني يعني ده بالزبط لكن وعلى طول أول ما دنيا تعدلت والأمور الأمن بدأ يستتبر جانا تاني اشتغلنا وتحركنا بشكل إيجابي والسنة دي الأجنبية بدأت تدخل تاني وبتدخل بقوة اللي هي بتقول لك أن فيه لسه لازال فرصة لاستثمار في السوق المصري إحنا لحتى هذه اللحظة لازال لسه فيه فرصة وفرصة قوية جدا دلوقتي حاليا طب جايبت كلام ده منين يا بالرغم من الحرب يعني إحنا عدينا هل إحنا عدينا تبعات الاقتصادية لأزمة كورونا أنا كنت لسه سائل السؤال ده بس يعني عايز عرف من حقيقة فيما يتعلق بالبورصة وأسواق المال هل لسه الكورونا لها تأثير اقتصادي قبل ما نخش في اللي بعد كده لا لا أكيد لسه لها تأثير وتأثير قوي كمان ومش بس على السوق المصري لا على الأسواق العالمية كلها يعني إحنا لسه لغاية مبارح بالليل كنا بنبص على تشارت الدهب لقينا تشارت الدهب وخلاص بيوصل لأدنى نقطة ليه من إبريل 2020 صحيح ده مبارح مبارح بالليل وخلاص قربنا نجيب 1600 اللي هو القاع الرئيسي أيام كورونا طيب ده معناه إيه معناه أنه صادق المؤشر الدولار بيتحرك بشكل قوي جدا لفوق ليه عشان الفيدرال الأمريكي وبيتبعوا كل المركزيات وأنهما بيرفعوا سعر الفايدة اللي يهمهم في الأساس إيه اللي يهمهم أنه هو يحمي بلده وأنه يحصل تضخم ويحمي أن معادلات التوظيف تفضل شغالة ما يبقاش فيه بطالة عنده قوية وصد كده بقى بيحصل إيه بيحصل تخارج للاستثمارات الأجنبية من الدول اللي حواليه والإمرجنسي ماركت والحاجات دي كلها لأنها بيكون عندها أفضل أنها تستثمر في بلدها طب إحنا في النقطة دي هنعمل إيه إحنا في النقطة دي بيقوا منتظرين حاجتين مبادرات اجتماعية داخلية في السوق المحلي عشان تقدر تحمي البورصة وإحنا عندنا في البورصة عندنا المؤشر السبعين اللي هو بيعبر لي أكتر عن الاستثمارات العربية المحلية الأسهم المدربية بيتحرك بشكل أقوى بكتير قوي من المؤشر اللي هو يعتبر إيه النفذة الرئيسية لنا واللعب الرئيسي فيه مين اللعب الرئيسي فيه هي المؤسسات الأجنبية اللي هي لحد الوقت لسه من رجعتش طب إيه اللي ما رجعهاش لحد الوقت هم اللي عاملين دول إنه لازلت السياسة التشددية في الفيدرول الأمريكي بإنه هيرفع أسعار الفايدة ولسه التدخم عنده بيرتفع وطبعا بالتبعية بيلقي بظلال لازل التدخم في الولايات المتحدة بالرغم من بالرغم من كل سياسة التشددية ثلاث مرات واربا وعشان كده احنا متوقعين هتبتدي يحصل فيه مراجعة للارتفاع المستمر ده ويكون فيه حلول أخرى هيبدأوا ياخدوا فيها لأن معاكل هنا بالنسبة لنحنا فيما تعلق مبرة كمان مبرة في الفيدرال لأن الفيدرالي هو الأساس بتتحرك وراه كل المركزيات في الدول العالم كاكل لكن هو طبعا متخاوف من حكاية روسيا وأوكرانيا وساحة الحرب اللي بدأت موجودة في القرى العجوز في أوروبا طبعا لازم هتبتدي تتحلحل خلال الفترة دي لأن احنا ندخلنا على موسم الشتاء ونقص الإمدادات الغاز والطاقة دي هتأثر عليهم بالسلم فاحنا متوقعين هيكون فيه حل حل للمشاكل دي يعني إيه حل 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 يعني فك للمشاكل الموجودة دي مش هنقفل مثلا عن عنبوب غاز ونقول إنها ولا فيه صيانة ومايرجعش تاني لا هيبقى فيه بعض الحلول هتحصل حتى يعني مثلا أنا عارفة فالوقتي إن الجزائر بدأت تعمل مادة للغاز لأسبانيا وجزء منها لفرنسا فاحتمال إن هما يبدأوا يدوروا على مورد آخر للغاز عشان يبدأوا يشتغلوا وهو دلوقتي مثلا في أوروبا وقفينوا في مشكلة إن الغاز ده واتنخليه لتدفئة الناس ولا نشغل المصانع فهي دي المشكلة المصانع تقفل عشان عشان الناس تعيش وبالعكس مثلا في إنجلتار دلوقتي سمع إن هما بدئين يعملوا زي كده كمبين كده للناس اللي ما تقدرش تدفع الكهرباء والغاز بالأسعار العالمية دلوقتي إن هما يروحوا للتدفئة دي بعد الوقت من خلال اليوم للناس الكبار في السن للناس اللي ما عندهاش فلوس اللي هو كنظام دعم بيشوفوا حلول بيشوفوا زي ما عايك بتقولي الحلول الاجتماعية الاقتصادية اللي دخلها جوال بلد بزي إحنا عندنا نفس الموضوع برضه إحنا عندنا نفس الموضوع المشكلة المختلف إحنا عندنا بقى بيكون فيه عندي حل آخر أولا القيادة السياسية عندنا كانت على يعني شافت كويس قوي مشاكل اللي احنا تعرضنا لها في البورصة شفنا تغيير للدماء في مراكز في القيادية صحيح وده أثر معنا بالإجابة على فكرة إحنا لحد الوقت كل يوم والتاني بينزل عندنا تقارير جديدة ومنشورات جديدة وقرارات جديدة اللي بتأكد إن للوقت اللي صانع القرار والقاعدة على الكرسي هو لمس كويس قوي المشاكل اللي احنا بنواجهها مثلا فيها على سبيل المثال عندي مثلا المركزي يعني خلينا بس الأول في السياسة لنقضية لأن احنا عندنا مثلا مجتماع يوم الخميس القادم إن شاء الله وإحنا منتراقبين يعني احنا كلنا في حال التراقم مش بس سعر الفائدة يتغير احتمال سعر بس الأرجح أو الأهم بالنسبة لنا إن هو سعر العملة يعني ماحتاجين سعر العملة أكتر من إنا محتاجة فأنا محتاجة أنا أسيطر على تدخم التدخم ارتفع عندنا بس هرجع تاني وأقولك إن التدخم ارتفع عندنا احنا في شهر 9 في دخول المدارس فدي بتبقى برضو نقطة إن في موجة غلاء بتحصل في المصاريخ وبالغلاء صحيح يعني بالنسبة بيتخلص على شهر آخر عشر محليا أقدر أقولك إن التدخم لسه إيه في المناطق الآمنة والتدخم لحد الوقت إحنا لسه ما تخطناش اللي هو أبا نداون المناطق الآمنة اللي هتخلنا سياسة النقدية ففي تدخم أو في تدخم لكن خرجنا عن السيطرة لا ما خرجناش عن السيطرة مش زي ساعة 2016 لما حصل تدخم في يوليو كموصل 35% إحنا بعيدة عن ده هل متوقع أن ده ممكن يحصل؟ إذا حصل تحليل سعر الصرف ممكن يحصل إذا حصل بس هيحصل لبعض الوقت ما عليش سؤال فانية آخر هل ممكن متوقع إنه يحصل تحليل سعر الصرف مرة أخرى؟ في الغالب آه بس فيه سقف خلي بال حضرتك برضو عايزة ماردو أتكلم في النقطة دي فيه سقف حطولنا صندوق النقطة الدولة في آخر تقرير قال إنه ممكن يكون السعر بعد التحرير سعر الصرف إنه يوصل ل 22 جنيه ونص الحقيقة إنه بعد كده السوق عندنا يعني سعاره بشكل تاني ووصلنا 21 65 فإحنا ممكن نكون في الويف دي بس كل ده رينج معقول حتى الآن بالزبط في الآمن كل ده بالنسبة حتى للمواطن وبالأخص المواطن الأكثر احتياجا بتقول لي الدولة برضو بتحاول تعمل مجهودات ليه حماية المواطن يعني الدعم رجع تاني فيه زيادة السيد الرئيس حط زيادة على بطاق التموين للشعب اللي هو الغير قادر علشان الدنيا تكون أسهل فهي دي نقطة أنا بأتكلم عليه إن الحزم الاجتماعية مهمة جدا لما نكون بناخد قرارات مصيرية للدولة فالحزم الاجتماعية دي موجودة حاليا مش بس بقى على مستوى الفرد لا إحنا كمان على مستوى قطاع البورصة يعني إحنا دلوقتي مثلا عندنا بعض الاستحوازات بدأت تحصل على بعض الشركات الاستحوازات دي من شأنها أنها خلاص بدأت تقلل البضاعة الموجودة عندي في السوق طب قصادها إيه؟ قصادها أنه منتظرة طرحات جديدة شركات جديدة اي بي اوز جديدة تدخل في الماركت عشان تبتدي تعملي رواق جديد واتدخل لي مستثمر جديد واتدخل لي سيولة جديدة طب أنا عشان أدخل ده طبعا حررتك عارف أن احنا في الأول كان عندنا قرارات قوية قوي وكتيرة قوي وعراقية لحد ما ناخد الموافقة عشان القيت في البوصة دي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا طب النهاردة الدكتور محمد فريد عمل إيه؟ ده الخوانين الجديد ده الموضوع الحلو ايه بقى عملي؟ أول حاجة قالك أنك قبل أن تدخل تروح للرقابة وتاخد الموافقة سواء إحنا كنا في الأول ع Bett mana القانون 99 أو 159 في هيئة الاستثمار كنا لازم ناخد الموافقة الأول بعد كي نعمل الترح في البورسة قالك لا روح أعمل الترح في البورسة وانزل في البورسة قبل الموافقة überhaupt قبل الموافقة وبعد كي تعال خد الموافقة أوكي ده ساهل الدنيا جداً عنا جداً هل ده لسه ده قريب؟ ده لسه ما تفعلش بس مجرد أن أنا أتكلم في حاجة زي دي يعني معنى كده أن القيادة شايفة المشاكل اللي إحنا فيها فهي مستعدة بكل جهد أنها تبتيت تشتغل على المشاكل دي وتحلها ابدأ ونزل ورقك في البورصة وبتيدي أخذ الموافقة بتاعتك وأنا الموافقة بتاعتي هتأخذها هتأخذها أوتوماتيك لي لو أنت نزلت في البورصة وحطيت كل الشروط المطلوبة منك في البورصة والنسبة السيولة والعدد المساهمين وكل الشروط الخاصة بالبورصة كانت موجودة ومتوفرة ونزلت وتقيدت في البورصة بعد كده هتأخذ الموافقة إذا كنت مكتمل الشروط لكن لو تأخرت أكتر من ست شهور هنسحب الترخيص لو تأخر فيه ويدخل البورصة ويخلص ورقه ويعمل بيه هل الورق صعب بالنسبة للشركات فيه خدمة لا طبعا المفترض أن كانت الشركات لو تركها فعلا سليمة وتستغل بيهانا بالضبط المفترض أن الشركات كانت كلها بتقول أن أنا ورقي سليم وحاجتي كلها جازة وكان عندي تأخير من الرقابة ما كنتش بارل ألح أخذ الموافقة على الرقابة وكانت الأسعار بتتغير طبعا أنا عشان أعمل التروحات الأول قبل ما أنا أفكر أن الشركات هتدخل النهاردة أنا عندي ثلاث نقط لازم أعتم بيهم لازم أول حاجة تايمينج لازم أخطر الوقت المناسب أن أنا أنزل شركة جديدة مثلا دلوقتي أنا بقول لحردك للسه اللعب الرئيسي في السوق مش موجود فأنا هو المستثمر أجنبي طب أنا في الأول لازم أحل المشكلة دي لازم أنزل المستثمر الأجنبي لازم أنزله الأول بيكون موجود بقوة وبعد كده أقول لحردك تفضل المنتجات الجديدة طب أي النقطة الثانية النقطة الثانية أن أنا عندي دلوقتي رخص الأسعار بتاعة كل الشركات المقايدة كلها دلوقتي أسعارها دون قيام العدلة بشكل قوي جدا طب عرفنا ده منين؟ عرفنا ده من الاستحوازات اللي جايلي من دول الخليج كلها صحيح حساسها غير حكمة كلها حساس يعني كلها صحيح كلها بتتاخد وساكتين طب ده معنى إيه؟ معنى أن حضرتك شايف أن أنا عندي فرصة استثمار قوية وأن حضرتك بتنتهز الفرصة وتقتنس فرصة بجزء منها علشان هتبتدي أنها تؤتيق كلها هتشتغل بعد كده وإلا ما كنتش اشتريت من دلوقتي في الرخيص عشان هي هتغلى هتغلى بالزبط مش هتحط فلوسك في حاجة مثلا بقولك النهاردة دي بعشر تقولي لأ بكرة هتبقى برشي حضرتك مش هتحط فلوسك فيها إنما لو بعشر النهاردة وبكرة هتبقى بخمسة وعشرين هتحط يبقى معنى كده أن حضرتك الدول المجاورة لنا بدأت سعار لشركاتي وبالتالي بتسعار لكل القطاع وبالتالي بتسعار للاقتصاد ككل إن الاقتصاد لسه واعد ولسه قدامي فرص استثمار قوية جدا طب ده في كل القطاعات أغلب القطاعات عندنا بدأ يحصل فيها كده هل البورصة معيش يا دكتور عزميكناس ولكن هل البورصة فيها البورصة المصرية بالذات فيها عدد معظم القطاعات الصناعية والزرعية والإنتاجية اللي موجودة في مصر ولا فيه خطاعات كتير بره ليلة البورصة لسه غير ممثلة بشكل كامل لسه عندي قطاعات غير ممثلة بشكل كامل في البورصة وده اللي بيخلينا إن احنا مهتمين قوي بحكاية الاي بي اوز إن أنا عايزة رعات جديدة أنا عايزة كل قطاع في مصر يتمثل بشكل سليم وبالنسبة بتاعته تكون قوية جوها البورصة عشان يكون بحق أنا أكون مرئة ونافزة بتعكس بالصبت حركة الابرصة لأنه اللي عرفه أنا شخص فأنا كنا بنعمل بورصة كل يوم كان قطاع الإنشاءات وقطاع البنوك والقطاع المصرفي من أقوى القطاعات اللي بتقود البورصة بشكل كبير يوميا بذات الإنشاءات أول حاجة الإنشاءات القطاع العقاري ككل وما يتبعوا قطاع التشييد والبناء حضرتك أننا دولة أكتر من مئة مليون فمش هيجي أن أنا مهما الأسعار غليت مش هقولك أن أنا مش هقولك أننا خلاص عندي عروض زيادة ومعنديش طلب لأ أنا لسه عندي طلب ولازلت عندي طلب وكل ما بيحصل إنشاءات جديدة أنا لسه الطلب عندي بيزيد إذن القطاع ده واعد ولازال واعد وهو الحصان الأسود بكل المقيس وبقاله فترة طويلة وبقاله فترة على هذا وأثبت نجاح غير عادي بل بالعكس أنا الوقت استثمارات أجنبية بتدخلي على القطاع ده مباشرة دايلكت أجنبية ولا إقليمية الاتنين الاتنين بس إحنا ما زال عندنا أزمة شوية في الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات الأجنبية مختصة بالعملة بالعملة لسه ما تحرقناش فيها طبعا أنا مش هقدر أتدخل أوي في السياسة النقدية السياسة النقدية لها وتوجهها بس اللي حنا شايفينه على أرض الواقع إنهم بيحلوا مشاكل موجودة حاليا فيه بضايع كتير مقتغدسة في المواني لازم تخرج الأول لازم فيه اعتمادات مستندية لازم تخلص الأول عملوا إعفاءات كمان للمستوى مردين اللي ما تنفسش عليهم القانون السابق للمحافظ المركزي السابق عملهم إعفاءات يعني لا فيه حركة قوية بتقول إن أنا عايز أحل طب مناقس هل الحركة اللي موجودة موجودة عشان تحل أزمة حالية ولا موجودة عشان تخطط لمستقبل أفضل بحيس إن أنا ما أقعش في المشكلة دي تاني في الغالب هتكون بتخطط كمان للفترة القادمة يعني أنا دلوقتي عندي أفكار وعندي خطط بتتعامل حالا عشان موقف طارق زي كده إلغاء الاعتمادات المستندية حاليا ده لازم ده كان لازم يحصل ليه؟ عشان أنا أكون خلاص كانت اتعملت الاعتمادات وكانت البضايع جات وكانت المواني تكدست فنلازم أفك الاشتباك ده الأول وبعدك نوعا مع رجال الصناعة والتجارة ونبتدي نشوف الأنسب ليهم إيه وأنا أعتقد أنهما مش معترضين إطلاقا بل هما مستعدين أنهما يشاركوا بالزبط هما قالوا مش يعني إحنا مش هنخلي البنك أولي يشيل كل حاجة إحنا نشيل جزء مع البنك لكن هما منتظرين أن يكون في حل المشاكل بتاعتهم ودي أنا سمعها كويس جدا من رجال الصناعة والتجارة في مصر أنهما مستعدين للحل إذن الحل الحالي اللي موجود هو حل مؤقت لحد تفريغ المواني من البضايع ورجوع البضايع للقطاعات والأسواق وعشان ما يبقاش فيه يتضخمه عشان ترجع الأسعار بشكل عادي ودتلع كل سلع للمستهلك بشكل طبيعي هبتدي بقى أرفع تدريجيا سعر العام وده السؤال اللي كان جاي بزرور هل الانفراجة دي هتعني أنه السلع حاليا مكدسة في الموانئ لما تنزل السوق أو تنزل تخش فيه سلسلة إنتاجها لو دخل مصانع هل السعر هيختلف على المواطن ولا هيختلف في المرحلة اللي بعد كده في الغالب مش هيختلف لأنه خلاش أريدي الأسعار دي خلاص مدفوع كلام في الغالب إنه مش هيختلف بل بالعكس إحنا ما حتجين إنها تنزل عشان تتبعه وما يحصلش فيه عجز في سلعة معينة يعني مش عايزين نوصل لمرحلة نقول لك مفيش سكر مفيش رزة فيش شاي مفيش أهوة لأ إحنا الحمد لله ما وصلنا لهاش ومش هنوصل لها يعني حتى بالرغم منه ده كنا بنكلم فيه في حلقة صباحة حتى وده ما عليش بعيد شوية عن موضوع الرخصة ولكن سلسل الإمداد العالمية بسبب الحرب بدأخرت كتير عندها مشاكل كبيرة جدا ومازال لسه المشاكل الموجودة على ما أعتقد أنها متحلتش قوي بالضبط فهل ده أثر على الاحتياط بتاعنا فيه السلعة لحد دلوقتي وزارة المالية ووزارة التموين قالت إن إحنا عندنا ما يكفينا لمدة تزيد عن ثلاث أشهر بعد كده بعد كده بل بالعكس كمان إحنا أول ما الحرب بدأت الوزارة بدأت إنها تطرق الأبواب وبتدور على منتج جديد يعني عملنا كونتراكت جديد مع الهند عملنا كونتراكت جديد مع دول أخرى على أساس ما يحصلش عندي العكز ده ومع ذلك إحنا كل حاجة كانت بتوصل لنا في موعدها كان في بعض التأخر من أوكرانيا لسبب بس كان في بديله من روسيا وكان في بديل كتاني فلحد دلوقتي ما حصلش عندي أي عكز وما ارتفعتش السعر البضايا دي علشان نقول إنها كان في مشكلة فحصل ارتفاع للأسعر لا خالص الحد الواتي إحنا في أمان فالحمد لله إحنا الحد الواتي إحنا بعيد تماما عن كل المشاكل دي بس إحنا عندنا بقى مشاكلنا الداخلية اللي إحنا بنحاول نحلها وبتتحل الحمد لله طيب نيجي للجزء التاني يعني هو الدكتور محمد فريد فيه أول واحد إتاحة القيد بالبورصة بالتسجيل قبل الموافع من الغياء فيه تعديلين تانين تعديل قواعد القيد إتاحة تعديل كافة الأوراق المالية الحكومية منها أوراق الدين بوزارة المالية يعني إيه بقى إيه كافة الأوراق المالية الحكومية منها أوراق الدين بوزارة المالية بالتنسيق مع شركة المقصة والقيد المركزيين على السندات وأزون الخزانة والسحوك دي أساساً إحنا عندنا البورصة مفروض إن هي متاح إن إحنا نتدول عليها لكن الحقيقة مش بنا نتدول عليها إحنا عندنا مثلاً أصم ممتازة ومتح أننا هنتدول عليها لكن الحقيقة هي مش بتدول عليها فإتحتها وفرضها من الرقابة أنها تبقى موجودة زيها زي الستقس عادي خالص أن حضرتك تقدر تدخل تشتري وتبيع وتبقى الدنيا سهلة هتوفر سيولة هتدخلها لخزنة الدولة هتوفر أن السقوك السيادية تقدر أنها تمول بها المشروعات بتاعتها تقدر أنها تمول بها الصندوق السيادي اللي هينزل يمسك التروحات الجديدة لدخلها لأن احنا خايفين أن يكون التروحات الجديدة تدخل أن يكون فيه فرصة لتخارج مستسمر استراتيجي وتركن وتركن ويدخل مكانه حد جديد لسه ماش قوي من درجة صحيح طبعاً الصندوق السيادي هنا يعني مسك العصائي ومسك زمام الأمان أنه هو يقدر يحمي حضرتك عارف أنت بتجيب من مين وهتدي المين فالسقوك دي هتقدر تدعم الموضوع ده فموضوع السقوك أنها تبتد تتداول بشكل إتاحتها في البورصة المصرية وفي القيد في المقصة هيسهل السيولة أنها تدخل للسندوق السيادي عشان يقدر يسهل لي موضوع التروحات بشكل قامل طيب ده برضو نقطة إيجابية جداً يعني ده كان محتاج يتعامل القرار بالضبط قبل كده ما كان موجود ما كان موجود بس غير مفاعل أوكي فإحنا فيه قوانين بتبقى موجودة فعلاً ولكن لا تفعل غير مفاعل طيب التالت برضو فيين التالت التالت تتولى تسويات الأوراق المراياسة ده تمشيان معناية الحكومة سقوك سادية اللي تمشيان أيضاً زي ما حاجة بتقولي ثالثاً تحت شط بقيد الشركات بالبورصة المصرية في أي مرحلة من مراحل تصفيتها يعني يعني عندنا بعض الشركات ولو تأذن لي عندنا مثلاً شركة حكومية معروفة مش الشركة دي احنا بقلنا فترة طويلة قوي علشان عايزين نعمل فصل فيها ونعمل شط بليها من البورصة لأن الشركة مش محققة أي نجاح بل محققة كمية خسائر طبعية لكن ايه المشاكل اللي بتحصل فيها المشاكل اللي بتحصل فيها انها تمتلك محفظة أراضي مش عادية لكن المشكلة الرأسية كحديد ان الفرن يتقفل طبعاً كصناعة حديد وكل السادة اللي مختصين بالصناعة دي عارفين ان الفرن الحديد ما ينفعش يتقفل لو تقفل ما خلص كده خلصت اللي حصل ان الافران اتقفلت فهوما بدأوا يقسموا الشركة وطلعت شركة تانية اللي هي لازالت شغالة دلوقتي دي احكومية برضو حكومية فالشركة دي موجودة ولست وبتستقوى وبتاويب بيتمل استثمر عليها الشلطة بتخالص وتشالت من على البورصة لحد الفصل في الشطب بتاعها اتأخروا عن المعاد المحدد لها فاضطرت البورصة لانها ترجعها تاني للتداول فرجوعها للتداول طبعاً مؤثر عليها بالسلب ومؤثر على النفسية المستثمرين انها بتخسر ولا زالت بتخسر هنا اداني فرصة بيقولك ان انا في اي لحظة هي الوقت موجودة معايا في البورصة لكن في اي لحظة ان هو يتم جدولة التصفية هيشتبها على طول من غير اي توقيت اخر لانه هو اضطر ان هو يرجعها لانها خلصت المهلة بتاعتها فهو مش هيدخل تاني في الهسل دوت وانه هو ياخد مهلة والمهلة تخلص ويضطر يرجعها ويضطر يرجعها لا هو هيسيب الشركة موجودة للستد وتتحرك لحد ما يخلص اوراق وتستوفي اوراق الشطب بتاعتها هتبتيت الشطب بس بيبقى معلن لأي حد عايز يستثمر في الشركة معلش عشان الناس ما يدحكش عليها بقى معلن الشركة دي اخوانا واقفة لوقتي لغاية ما يتم تصفيتها يعني بيتم الاعلان بالعكس هي لو يموت الدولة بتتدول في القايمة دي القايمة دي يعني ايه يعني بقول لحضرتك خلي بالك ان الشركات اللي موجودة في القايمة دي شركات خطر ممكن في اي لحظة انها يتم تخرجها في اي لحظة ممكن يتم ايقافها في اي لحظة ممكن اقللك نسبة الحدود السعرية بتاعتها فكده حضرتك اساسا محردك بتستثمر حضرتك عارف انك بتستثمر استثمار عالي المخاطر ومتوقع في اي لحظة الاستثمار ما يكونش موجودة من الافضل بلاش منه الاستدال دي بلاش منها لان وصد كده كمان احنا كشركات مثلا صمصرة الليست دي انا ما بمولهاش بالهمش ما تقدرش تاخد سيولة مثلا ما تقدرش تقترض علشان تقدر تستثمر هنا لان انا في الحالة دي انا لازم احافظ على ايه على فلوسي كشركة هديك فلوس تستثميها في شركة اساسا في اي لحظة ممكن نهرتك يبقى حضرتك هتخسر انا هخسر يعني سواء فرض لوحده او شركة او مجموعة مرتبطة او حاجة زي دي فده بالعكس القرار ده ده قرار امن لنا ان الشركة الموجودة هي موجودة لست فرصة ان اللي موجود فيها هي تخارج يتخارج بالامان لكن ما تطمعش بان حضرتك تدخل تستثمر فيها وتسمع مثلا زي مثلا سوشيال ميديا على فكرة ساعة السوشيال ميديا بتأثر علينا بشكل سلبي جدا يعني ممكن السهمة باثنين جنيه يقولك لا ده عنده ارض بكذا وعنده ارض بكذا السهمة ده هيروح خمسمائة جنيه فطبعا فيه مستثمر صغير يدخل يشتري على اساس الاثنين جنيه دي بقرة هتبقى بكذا يبقى في الحالة دي من الخسران فهو كحماية للمستثمر انا بحطها له في نقطة معينة وبقوله ان الشركات دي خطر وهي موجودة هنا بس لفترة معينة لحد ما يحصل فيها التخارج بل هي فرصة ان الموجود في الشركة اللي هو مع اسهم في الشركة يخرج اه ده كمان يعني دي يعني القانون ده يعني سهل كمان بس انا عندي اسهم اساسا في الشركة دي اه اخودها بقى وره بقيمتها الحالية او خلاص بايه وخرجي بامان وخرجي فلوسك دي تدولي وتدولي وستثماري في حاجة تانا صحيح برسي يا دكتور عيس ماتمع ليش نتعبنا بس يعني حاجة دايما شرحك للبورصة بيبقى مواصل الموضوع معقد انت عارف فأنا كتب خيرك يعني الحقيقة صديق المشاهد طبعا استادتنا طبعا استادة الدكتور عيس ماتياسين اتكلمت بشكل مفصل جدا حول موضوع البورصة والتغييرات وفعلا واضح جدا انه من التغييرات ان فيه ادراك من قيادات السياسات النقطية والمالية بمجريات الامور في السوق بشكل عام ومجريات الاقتصاد العالمي بشكل خاص وبنحاول نمشي الموضوع من ناحية وبحيث انه السوق يفضل بيشتعل مشكرة شكر جزيل للغاية استادتنا الاستادة الدكتور عيس ماتياسين خبير البورصة واسواق المال مشكرك صديق المشاهد وان شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس